أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ما يحظى به ملف تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية من اهتمام خلال اجتماع لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأجبه الموصلات أكد مدبولي على أن هذا الاهتمام يأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بإقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات سعيا لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يعزز من المنافسة العالمية ونوه رئيس الوزراء لما يتم إعداده من دراسات متكملة تتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء وكذا تعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال سعيا لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأجباه الموصلات ترجمة نانسي قنقر